مرحب بكم مرة تانية وكلنا ربما متابعين أو تتجه أنظرنا تحديداً لمدينة سان بيتروسبورغ في روسيا في القمة الأفريقية الروسية اللي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره حالياً الرئيس الحالي للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي إيه هي هذه الوكالة اللي بترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الوقت هي الوكالة دي بتمثل الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي يعني الوكالة دي بتحشد الموارد المالية اللي بتمكن القارة الأفريقيية من تنفيذ مشروعاتها الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية عشرين تلاتة وستين ده الهدف الرئيسي اللي يعني بيعتبر تمثيل مصر في هذه القمة بيعتبرها الرئيس الحالي لقمة أو لتجمع النيباد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علشان يبحث هذا الأمر بجانب عدد كبير أيضا من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأفريقية ورؤساء أيضا التجمعات الاقتصادية الأفريقية المختلفة زي الكوميسا وزي غيرها من التجمعات الاقتصادية اللي كانت بجوار تجمع النيباد الحقيقة القمة دي مهمة جدا جدا وملئة بالوعود وخلونا نتكلم عن تفاصيل أكتر عن مشاركة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة ويمكن نتكلم كمان عن الوساطة الأفريقية الروسية خلونا نتكلم عن الأمن الغذائي الطاقة كل يمكن الاتفاقيات التي تمت ما بين الدول الأفريقية والجانب الروسي معنا من وارده في الستوديو النهاردة الكاتب والباحث السياسي جمال رائف نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر أهلا بيك من وارده وصباح الخير يا مصر صباح الخير على حضراتكم وأهلا بيكم وصباح الخير على كل سيدة مشاهدي أهلا بيك يا جمال وبطبيعة الحال النظر كلها بتتجه القمة الأفريقية الروسية لو بصنا من وجهة النظر الخاصة بالدولة المصرية كيف يمكن أن تستفيد مصر من هذا الأمر؟ كيف يمكن أن تستفيد أفريقيا من هذا الأمر؟ كيف يمكن أن يستفيد أيضا نيباد اللي بيمثله الرئيس عبد الفتاح السياسي بيعتبره الرئيس الحالي لهذا التجمع على اقتصاد يمكن ده سؤال بتأكيد مركب وكبير جدا ولكن في الداية أنا بسك جوزة جوزة منه ما تلاش ولكن طب خلينا في البداية أول يعني بجد نشيد بالحضور المصري المؤثر والبارز والفعال في هذه القمة ويمكن ده امتداد للدور المصري الفاعل في دعم التنمية ودعم التعاون الاقتصادي ما بين القرى الأفريقية وكافة شركاء الدوليين وبعد عام 2014 وجدنا أن القادة السياسية المصرية لديها حرص كبير جدا على حضور كافة التجمعات الاقتصادية التي تجمع القرى الأفريقية مع كافة شركاء الأجانب رأينا سيد الرئيس في القمة الأفريقية الأمريكية الأمر الأوضي أن نتكرر في اليابان في فرنسا في إنجلترا مع مجموعة العشرين وغيرهم من التجمعات الاقتصادية مع القرى الأفريقية وبالتالي الأنظار بتتجه الآن لفكرة الشراكات الدولية مع القارة الأفريقية بشكل مختلف تماما وده اللي بيعطي خصوصية لفكرة هذا اللقاء في هذا التوقيت يمكن السيد الرئيس أشار للظرف الراهن والمتغيرات الدولية الراهنة وطبيعة الاحتياجات الأفريقية في هذا التوقيت وبالتريك كلام على الاستفادة هنا سواء المصرية أو الأفريقية أصبح بطريقة أيضا مغيرة لأن هناك حاجيات جديدة تحتاجها القارة الأفريقية وأيضا تحتاجها الدول النامية بشكل عام في ظل هذه المتغيرات الدولية سواء فيما يتعلق بدعم التنمية المستدامة، دعم الأمن الغذائي، دعم أمن الطاقة أيضا تخفيف ويلات الظروف الاقتصادية العالمية على شعوب الدول الأفريقية دعم الشراكات بما يحقق المكاسب المشتركة كلها أهداف ومبادئ بتسعى الدول الأفريقية الآن لتحقيقها وأعتقد أن هذا في الحقيقة من حق أيضا الدول الأفريقية أن تكون الناط التعاون مع الدول الأفريقية تحقق المكاسب المشتركة عشان كده وجدنا كلمة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة بالأمس في الحقيقة بتعبر عن هذه التطلعات وعن هذه الأمال وبالتالي بدأ سيد الرئيس الكلمة بالحديث عن التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية ثم انتقل لعرض محورين مهمين جدا المحور الأول الأول له علاقة بالمتغير الدولي الراهن وتأثيراته على الداخل الأفريقي وأيضا الأمال وتطلعات الأفريقية في إحداث نوع من أنواع السلام والاستقرار الدولي الآن عشان كده سيد الرئيس تحدث عن سيادة الدول الأفريقية وده نقطة مهمة للغاية فكرة أن تحافظ الدول الأفريقية في هذا التوقيت الذي يشهد استقطاب دولي كبير جدا من كافة أقطاب الصراع للدول النامية بشكل عام ولدول الأفريقية بشكل خاص أن تحافظ الدول الأفريقية على سيادتها على حيادها الإيجابي الذي تمارسه الآن بعقلانية وبرجد وده مهم جدا عشان كده منشوف الوساطة الأفريقية منشوف عدم انخراط الدول الأفريقية في الصراع عشان تحافظ على مصالحها في التوازن في العلاقات أكيد من الدول الأفريقية هل الهدف من الحضور النهاردة بنتكلم عن وضع حلول رئيسية وأساسية لمشاكل القارة الأفريقية وما هي الوعودة المقدمة من الجانب الروسي لحل هذه المشكلات يمكن الوجود حلول جزرية هذه النقطة الأهم وده ظهر كمان في الرؤية التي قدمتها مصر كرئيس بقالي النباد هنا في العشاء العمل الخاص بالتجامعات الاقتصادية الذي كان طبعا بحضور الرئيس الروسي والسيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة رؤساء التجامعات الاقتصادية في القارة الأفريقية رأينا سيدة رئيس يتحدث عن جزور البشكلة الآن وهي فكرة الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأزمات الاقتصادية التي تتواجه العالم وتحدث الرئيس عن أهمية الشراكة في بناء القدرات الأفريقية في هذه المجالات لا نحتاج فقط مسكنات في هذا التوقيت لا نحتاج فقط أن يكون هناك نعم نحتاج الآن أن تزيد سلاسل المداد والتوريد للقارة الأفريقية خاصة في مجال الأمن الغذائي مثلا وأمن الطاقة ولكن أيضا نحتاج بناء قدرات للداخل الأفريقي في مجال الزراعي نحتاج حل جزري لدينا أراضي زراعية شاسعة لدينا طاقة بشرية وخاصة هي من الشباب كبيرة للغاية لدينا يعني موارد مائية أيضا في القارة الأفريقية ضخمة جدا ما نحتاجه هو تكنولوجيا الزراعة والتصنيع الزراعي ونقل هذه الخبرات وبناء الكوادر الأفريقية في مجال الزراعة وبالتالي على الشركاء الأجانب الآن وشركاء الدوليين أن ينظروا لطبيعة الشراكة مع القارة الأفريقية أن القارة الأفريقية تحتاج إلى حلول جذرية لمشاكلها وبناء قدرات داخلية تمكنها من أن يكون هناك مستقبل ينعم بيئة تنمية المستدامة لا يعتمد على الآخر في الكثير من الأوقات هل تستطيع أن يقدم مثل هذه الخبرات الزراعية والتكنولوجيا الزراعية في وقته هو أيضا يخوت حرب ضد المعسكر الغاربي أكمله؟ يمكن الجيد في الأمر أن نمط التعامل المؤخرة مع القارة الأفريقية فيما يتعلق بالتحديد بنقل الخبرات وتوطين التصنيع تغير في البداية كان هناك فكرة فقط استخلال الموارد ولكن أيضا المجتمع الغاربي استشعر أن القارة الأفريقية لديها متطلبات أخرى وهناك في الحقيقة ضغط أفريقي على الجانب الغربي والجانب الشرقي لفكرة توطين التصنيع في الداخل الأفريقي وهناك استجابة وإن كانت مازالت محدودة من الجانب الغربي أو الجانب الشرقي ولكن هناك استجابة وهذا أمر جيد جدا وهذه الاستجابة ربما تحت استنوع من أنواع التنافس على نقل الخبرات في الداخل الأفريقي خاصة أن الصين في الحقيقة وروسيا أيضا بالفعل لديهم مشروعات كثيرة جدا في مجال التنمية والبنية التحتية وبالفعل نقلوا الكثير من الخبرات في مجالات السكة الحديد في مجالات الطرق في مجالات التنمية المستدامة المختلفة وده شجع على الجانب الغربي أيضا من مجال بقى هنا التنافس أن أيضا تنقل بعض الخبرات للداخل وخاصة أن نحن الآن نحتاج إلى نقل الخبرات سواء في مجال الزراعة الأمن الغذائي التغيرات المناخية وهذه نقطة مهمة جدا لأن قرار أفريقية أيضا تعاني من تحمل غير عادل لتبعات التغيرات المناخية الاحتباس الحراري الذي نحن عايشينه الآن الظروف المناخية الصعبة جدا قرار أفريقية بتدفع ضربتهم بسبب الدولة الأفريقية كمان النهاردة بتعاني من حرائق بسبب التغير المناخي برغم عدم مشاركة أو نحن لم نتسبب بأي النسبة 4% بنتكلم في الصورة الصناعية التي قامت بها الدور للتانية يمكن الرئيس كمان عشان أنا أريد أن أرجع لنقطة الأمن الغذائي هل نقدر نقول النهاردة أنه سيتم إيجاد حلول عاجلة للتوفير الغذائي والأسمدة بأسعار بتساعد أفريقيا أن تتجاوز أثبتها الموجودة في الوقت الحالي يمكننا أن نتكلم على روسيا أحد الشركاء المهمين في العالم بل ربما يكون الشريك الرئيسي في استقرار الأمن الغذائي العالمي وبالتالي كان هناك قنوات اتصال مفتوحة ما بين الجانب الأفريقي وما بين الجانب الروسي منذ بداية الأزمة ومنذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية رأينا رئيس السنغال حينها كان رئيسا للتحاد الأفريقي ذهب مع رئيس مفوضات التحاد الأفريقي إلى موسكو وتحدثوا عن أهمية استمرار توريد الأقماح والجبوب للقرار الأفريقية وكان هناك تطمينات ورغم هذه التطمينات أيضا تضرر الأمن الغذائي لأقرار أفريقي وده لأن الأمن الغذائي في العالم كله متضرر يمكن متنتحدث أن مش بس الأزمة الروسية الأوكرانية هي السبب في الأمن الغذائي العالمي لأن أيضا كان هناك مشكلة في سلاسل الإمداد منذ جائحة كورونا ولكن بالتأكيد لا أحد يختلف أن الأزمة الروسية الأوكرانية ضعفت طبعات هذه الأزمة خليني أقول لك أن أرقام الجوعة أو من يعانون من سوء التغذية حول العالم ارتفعت في عامين فقط إلى 150 مليون كنا نتكلم على 850 أو 800 مليون نتكلم الآن على ما يقرب من مليار نسمة يعانوا من سوء التغذية والجوع ده نتاج جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية إذن الحرب الروسية الأوكرانية لها دور كبير جدا في عدم استقرار الأمن الغذائي العالمي لا أحد يستطيع أن ينكر هذا وبالتالي كان هناك اتصال طوال الوقت ما بين الجانب الأفريقي والجانب الروسي فيما يتعلق باستقرار الأمن الغذائي للقرار الأفريقي الرئيس الروسي قدم أيضا ضمانات أخرى في هذه القمة نتمنى أن تكون هذه الضمانات مصحوبة بأفعال على أرض الواقع ليست فقط فيما يتعلق بسرعة الإنداد ولكن أيضا فيما يتعلق ببناء القدرات عشان نرجع تاني للنقطة اللي احنا كنا نتكلم فيها لا نحتاج فقط لفجرة المسكنات الوقتية نحتاج أن يساعدنا الشركاء في أن نحصل على أمن غذائي مستدام وعشان نحصل على أمن غذائي مستدام أنا أعتقد مش بس مسؤولية الجانب الروسي هي مسؤولية كل الدول الكبرى على الدول الكبرى أن تتحمل مسؤولية تتجاه الدول النامية فيما يتعلق ببناء القدرات في هذا المجال سواء من خلال دعم البنية التحتية سواء من خلال نقل الخبرات وغيرها من الأمور وبالتالي الجانب الروسي عليه مسئولية كون الجانب الروسي دولة كبيرة وبالتالي عليه أيضا أن يتحمل مسئولياته في المجتمع الدولي تجاه القرار الأفريقية وأن يعزز من شركات وهناك تموحات أفريقية روسية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وفي مختلف المجالات هذه الشراكة الروسية الأفريقية أيضا إذا حدث نوع من أنواع التطمينات الفعلية على أرض الواقع في مجال الأمن الغذائي بالتحديد أعتقد أنها أيضا سوف يكون لديها مستقبل أكثر لأن هناك بناء للثقة ما بين الجانب الأفريقي والجانب الروسي وهذا ما تحتاج هذه الشراكة الآن أن تظل الثقة ما بين الجانبين موجودة بل معززة وأيضا يتم البناء عليها وبالتالي أنا أعتقد أن مصلحة الجانب الروسي أن يعني يساند الأمن الغذائي الأفريقي حتى يكون هناك أيضا تعزيز لبناء الثقة الذي استمر على الفترات الماضية شراكة ما بين روسيا وأفريقيا شراكة استراتيجية هناك طموحات لرفع التبادل التجاري لي أكثر من 40 مليار نحن نتكلم الآن عن 20 مليار وده أيضا رقم لا يلبي حتى التطلعات الأفريقية الروسية لأن العلاقات والتواصل الأفريقي الروسي أكبر من كده بكتير وحتى لما نشوف أرقام تانية زي طبعا الصين الصين معدية 200 مليار دولار حجم تبادل تجاري وبالتالي نتمنى روسيا فقط نتكلم على 20 مليار دولار وبالتالي هناك فجوة كبيرة وبالتالي نتمنى مع الجنب الأمريكي تقريبا 80 مليار دولار حجم التبادل التجاري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي روسيا تريد أيضا أن تدخل في هذا التنافس الذي نتمنى أيضا أن يصبح تنافس وليس صراع وهذه النقطة الأهم الحفاظ على أن يكون جوء التنافس في الدخول إلى السوق الأفريقي وإلى دعم القرى الأفريقية هو تنافس من أجل دعم ظروف الصعبة التي تمر بها القرى الأفريقية التي تعاني من ويلات كل ما يحدث في العالم تغيرت من أخي القرى الأفريقية التي تعاني وباء جاعة كورونا القرى الأفريقية التي تعاني حرب روسية أوكرانية القرى الأفريقية التي تعاني كلما تحدثت عن صراع أو مشكلة في أي بقعة من بقاء العالم تجد القرى الأفريقية هي التي تدفع ضريبة هذه الأزمة وبالتالي أعتقد أن شركاء الدوليين عليهم أن يعززوا من تواجدهم كشريك استراتيجي وآمن للقرارة الأفريقية يراعي أيضا مفهيم حقوق الإنسان والعدالة وحق الشعوب الأفريقية في الحياة عشان كده أنا أعتقد أن حديث السيد الرئيس عن المنطق وقوة المنطق كان حديثا مهما للغاية علينا أن نحكم لو أدركها الجانب الروسي لكانت هناك تطبيقات على الأرطاب ومنظرنا القمة السابقة قمة سوشي 2019 وقمازية القمة بالتأكيد هناك يعني فيه اختلاف لم تكن هناك حرب، لم تكن هناك أزمة، لم تكن هناك سلاسل إملاد لم تكن هناك جائحة مثل جائحة كورونا كانت الدنيا يعني ألطف كتير وكان هناك اجتماع مع القادة الأفريقية بحضور السيد الرئيس أيضا في هذا الوقت عندما كان رئيسا للاتحاد الأفريقي بالمناسبة اختلاف القمتين عمل إزاي؟ الوعود والتطمينات التي حصلت من جانب الروسي التي تحققت في 2019 بالنظر إلى الوعود والتطمينات التي تأتي من الجانب الروسي في عام 2023 في ظل هذه المتغيرات؟ طبعا قمة 2019، قمة رسولة الأفريقية 2019 كانت برئاسة مشتركة ما بين روسيا ومصر كما أن مصر طبعا كانت رئيسا للاتحاد الأفريقي ولكن طبعا الأجندة مختلفة تماما الآن نتحدث عن موضوعات كانت تظهر في البداية أنها موضوعات ترفيئية نتحدث عن الأمن الغذائي نعم أمر مهم ولكن ما كانش فيه تدعيات صعبة أوي كده الجائحة الكورونا أيضا لها أسرار اقتصادية أصبحت صعبة التغيرات المناخية هذا الموضوع الذي لم يكن حاضرا بقوة أيضا أصبح مهما للغاية الآن وبالتالي أعتقد أن الأجندة الآن تختلف طبعا عام 2019 العالم يتغير وعلينا أن نعترف أن النظام العالمي يتشكل من جديد وبالتالي هذا التشكل الجديد وإن كنا الآن في أحد مراحل هذا التطور بتأكيد بتفرد موضوعات لها علاقة بتعزيز السلام والاستقرار في القرى الأفريقية أيضا لأن وده كان أيضا ضمن حديث السيد الرئيس لأن لا يوجد تنمية لا يوجد أمن غزائي لا يوجد أي أنواع العيش الآمن دون استقرار وبالتالي أيضا دعم الاستقرار خصوصا نحن نشاهد الآن ظواهر أيضا جديد على القرى الأفريقية فيما يتعلق ببعض المناطق زي السحل والسحراء ما يحدث في منطقة السحل والسحراء من الترابات من تدخلات أو اختراق للإرهاب في هذه المنطقة وحتى أفريقيا جنوب السحراء الآن الإرهاب وصل إلى هذه النقاط وبالتالي المتغير حتى على صعيد استقرار القرى الأفريقية الآن أصبح صعب للغاية وبالتالي الأجندة سواء فيما يتعلق به الأمن الغذائي دعم استقرار القرى الأفريقية في ظل المتغيرات الدولية الرهنة الآن تغيرات المناخية الكثير والكثير من الأمور أنا أعتقد أنها تفرض نفسها على أرض الواقع أيضا الشريك الروسي الآن ينظر للقارة الأفريقية كونها قارة الآن تحتاج إلى متطلبات جديدة وعلى مش بس روسيا في الحقيقة المجتمع الدولي كله أن يجدد من خطابه المتجه للقارة الأفريقية وأن يحمل هذا الخطاب مش بس سعود ولكن أفعال على أرض الواقع تبني المديد والمديد من الثقة لتعزيز هذه الشركة طب موقف مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي هيكون إيه بعد هذه القمة؟ يمكن بداية الجاية في الأمر حينما تحدث بوتن في خطابه توقف أكثر من مرة حينما كان يتحدث عن التنمية المستدامة والمشروعات الأفريقية الروسية في مجالات البنية التحتية توقف وتحدث عن مصر وقدم نموذج للشراكة في مجالة البنية التحتية ما بين روسيا وأفريقيا من خلال مصر وهذه نقطة في الحقيقة تجعلنا جميعا نتأكد أن مصر بالفعل هي نافذة القارة الأفريقية وهي الحلقة الواصلة مع كافة الشركات الدولية وهذه نقطة بلغة الأهمية المشروعات الخاصة بألبنية التحتية في القارة الأفريقية الجنب الروسي شريك أصير فيها سواء فيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية مشروعات اللوجستيات مشروعات الطرق مشروعات أيضا الكهرباء مشروعات أيضا الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة النووية كلها مشروعات بتهتم روسيا بإيجادها في القارة الأفريقية وهي المشروعات التي تحتاجها بالفعل للقارة الأفريقية وهنا نموذج مصري أفريقي كدولة أفريقية مع الجنب الروسي بتشوف محور تنمية قناة سويس المنطقة الصناعية الروسية بنتحدث أيضا عن محطة الضبعة بنتحدث أيضا عن الكثير وعن الكثير من الاستثمارات في مجالات السكك الحديدية ما بين مصر وروسيا أيضا هذا نموذج مهم جدا أيضا حتى رئيس تجمع التجمع الأوراسي حينما تحدث في التجمع الذي كان يجمع قادة الدول الأفريقية رؤساء التجمعات الأفريقية في عشاء العمل تحدث أيضا عن مصر وتحدث عن النموذج الافريقي ما بين هذا التجمع وما بين روسيا فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية وبالتالي نحن أيضا نتحدث الآن أن مصر بالفعل من خلال هذه الشراكات أصبحت النفذة الحقيقية لتعزيز الشراكات ما بين المجتمع الدولي بشكل عام وما بين القارة الأفريقي تظل مصر اللسان الافريقي في كافة المحافل الدولية سواء في فرنسا سواء في اليابان سواء في الولايات المتحدة الآن في روسيا تتحدث مصر باسم هذه القارة تطالب بحقوقها من أجل حياة أفضل لكل المواطنين الأفريقية تطالب أيضا بضرورة أن يكون الأمن الغذائي من أهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش باعتبار أزمة الحبوب هي يعني ربما العنوان الأبرز في كافة المحافل الدولية الحديث عن توريد الأقمح وخلافه على أي حال تحدثنا بتفصيل عن القمة الأفريقية والروسية كان بصحبتنا الأستاذ جمال رائع في الكاتب والبحث السياسي ونايب أيضا مدير تحرير مجلة أكتوبر شكرا لك يا أستاذ جمال نورتنا شكرا لحضراتكم وشكرا لكل سيدة مشاهدين شكرا لك يا أستاذ جمال